اهلا وسهلا بكم عزيزي الطلبة في المحاضرة الخامسة من مصاق مبادئ الاعلان اتمنى لكم السلامة لها الدائمة واني احفظكم الله دائما ويرعاكم اليوم ان شاء الله اللي هو نكمل حديثنا في اللواء الفصل الثالث واللي بتحدث عن اللي هي اهم العناصر التي تتكون منها الاعلان والهو كيفية تصميم الاعلان تكلمنا في المحاضرة اللي هي السابقة عن اللي هو الفرق ما بين اللي هو الاعلان ولي باقي العلوم الاتصالية الاخرى وقلنا ان هناك اللي هو فرق ما بين اللي هو الاعلان والاتصال واعتبرنا انه الاعلان هو جزء من عملية اللي هو الاتصال وتكلمنا ايضا عن الفرق ما بين الاعلان والعلاقات اللي العامة وتكلمنا عن الفرق ما بين اللي هو الاعلان والدعاية والفرق ما بين الاعلان والنشر والفرق ما بين الاعلان والبيع اللي هو الشخصي وقلنا طبعا أنه هناك ليه اختلافات ليه كبيرة وكل منهم يستخدم نوع الآخر من أجل توصيله رسائله بطريقة أو بأخرى اليوم إن شاء الله هنكمل له حديثنا عن أهم العناصر التي يتكون منها الإعلان ويقولنا أنه أي إعلان نحن نشوفه فيه هو المستقبل أو أي إعلان نحن نعمل على تصميمه أو أن نحن نحاول ننفذه مباشرة يمر بخمس عناصر أساسية أو يتكون من خمس عناصر أساسية أهمهم بيقولنا اللي هو العنوان وأيضا بيجي بعدها الصور والرسومات وأيضا اللي هو الجمل والكلمات وأيضا الحركة والألوان وأيضا بيجي عندنا اللي هو العنصر الخامس والرئيسي وهو الشعار أو الرموز للمكتوبة التي تعبر عن السلعة أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها كل الخمس عناصر أدولا هم أهم عناصر يتكون منهم الإعلان وبالتالي لا يمكن أن يفتقد الإعلان أحد تلك العناصر لأنه هنا بيكون منقوص وبالتالي ممكن ما يقديش له الغرض المطلوب منه أو أنه يحدث له خلل في إفهام الجمهور أو تعرض الجمهور له بشكل وهو مباشر عشان هيك طبعا أنا نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل ونشوف لي أهم مكونات ومفهوم كل عنصر من تلك العناصر وأيضا أهم الخصائص التي تميز كل عنصر من تلك العناصر وأهم الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها من خلال استخدامها في اللواء الإعلان فلجينا نلاقي اللواء الجزء الأول أو اللواء العنصر الأول والأكثر أهمية في الإعلان بيقولنا هو العنوان وطبعا إحنا بنسمع دائما في المثل اللي بيقول إنه الجواب يبان من عنوانه عادة أنه أهم عنصر في اللواء الإعلان هو العنوان وهنا بيقولنا أنه عدد كبير من أفراد اللواء الجمهور بيمسك اللواء الصحيفة أو المجلة أو بيتابع اللواء الإعلان فقط ويكتفي باللواء قراءة العنوان بيقولنا أنه 80% من اللواء الجمهور وفق اللواء الدراسات يكتفي فقط باللواء قراءة عنوان الإعلان إذا جذبوا العنوان وبالتالي كان اللواء العنوان مباشرة بيدي اللواء الفكرة الأساسية حول نوع اللواء الإعلان وطبيعته يقولون هنا مباشرة الجمهور لا يكمل باقي القراءة وبياخد الفكرة اللي هي الرئيسية وهذا احنا لما نشوف انواع اللي هي العنوين التي يتم استخدامها هنفهم ان احنا ممكن هناك بعض اللي هو الاعلانات تدي اللي هو اعلان مباشر من خلال هو قراءة العنوان الجمهور بيقدر يفهم طبيعة اللي هو الاعلان بشكل رئيسي طيب لو جينا وقلنا ما هو المقصود بالعنوان بيقولنا ان العنوان هو عبارة عن الجزء من الرسالة الاعلانية الذي يكتب بطريقة اللي هي مختلفة وبنفس الشكل بيكون هو مصمم بطريقة اللي هي مختلفة ولكن هو بيكون من ضمن الجسم الرئيسي الذي يتكون منه للعنوان يعني بيقولنا ان العنوان عادة بيكون هو بخط اكبر من هو الخط الطبيعي اللي مكتوب في اجزاء اللي هي الاعلان اللي هي المتن والعنوين اللي هي الفرعية وهنا بيكونوا عنوان بارز وواضح عشان الجمهور يقدر يشوفه وبالتالي يقرأه او يلفت انتباهه ويجذب انتباهه اله بطريقة اللي هي مباشرة هنا مثال مثلا زي اللي هو اعلان اللي هو موجود معنا اللي هو مثلا اعلان شركة جوال زي جينا احنا هنا ولحظنا بيقولنا انه مباشرة اللي هو برنامج المكافآت الاضخم في اللي هو فلسطين هذا هو عنوان الاعلان هنا لا تدعى بيشي خالق بالانتباهه اللي هو الجمهور لانو زي ما تلاحظته Graham �دل حجمه اللي هو الاكبر ما بين اللي هو الاناصر الاخرى التي يحتويها الاعلان من اللي هو العناصر المختلفة زي ما قلنا العنوان وعندنا طبعا هو الصور اوolnورسوهات وعندنا طبعا هي الالوان اللي موجودة في الخلفية ونها المقدمة عندنا اللي هو ايضا شعار لشركة او اللي هو الرموز المعبرة عنها هذه هي العناصر الرئيسية اللي بيتكون منها أي إعلان وبالتالي هي يجب أن تحتوي أي إعلان فهنا بيقولنا بما أنه العنوان هو العنصر الرئيسي والمهم في اللي هو الرسالة الإعلانية بيقول لي هو مباشرة يكتب بطريقة مختلفة بتقول هي بارزة ولكنه مرتبط فعليا بالمحتوى الذي سيقدم في اللي هو الإعلان لذلك بيقولنا أنه العنوان هو بيقدم الفكرة البيعية يعني من خلال اللي هو العنوان أنا بقدر أفهم مضمون اللي هو الإعلان هل هو عن تخفضات هل هو عن اللي هو سلعة جديدة في الأسواق هل هو عن منافسة ما بيني سلعة لها أخرى هل هو إعلان اللي هو إخباري بيديني معلومات عن اللي هو سلعة أو خدمة أو شيء جديد نازل فيه اللي هو الأسواق وبالتالي أنا بقدر أفهم من خلال العنوان ما هو المقصود منه بشكل رئيسي يعني لما يقوله هو الفرصة الأخيرة أو اللي هو انتبه جيدا أو قريبا إلى آخر هذا كلها عنوين للهو الإعلان وبالتالي مباشرة تدفع الجمهور إلى متابعة الهو الإعلان وبيعطينا الهو فكرة رئيسية عن أهم العناصر التي يمكن من خلالها أن يتكون الهو الإعلان بيقولنا أنه أي إعلان نحن بنشوفه محتوي على الهو العنوان بيقولنا يجب أن يتميز بعدة خصائص وبالتالي بيقولنا أنه العنوان إلو مجموعة منه الخصائص مباشرة تؤدي إلى استخدامه بطريقة اللي هي سليمة واللي هي صحيحة فريجينا وقلنا ما هي أهم الخصائص التي تميز العنوان عن باقي العناصر اللي هي الأخرى بيقولنا العنصر اللي هو الأول أو الخاصية اللي هي الأولى بيقولنا يجب أن يكون هو العنوان قادرا على جذب انتباه الهو الجمهور لقراءة الهو الإعلان وجذب انتباه المستهلكين الحاليين والمرتقبين للمتابعة الإعلان لمعرفة السلعة أو الخدمة معنى ذلك أنه أهم عنصر أو أهم خصية من قصائص العنوان أنه لازم أنه يجذب انتباهه القارئ ويجذب انتباهه الجمهور للسلعة أو الخدمة المعلن عنها لأنه إذا جذب انتباه الجمهور هنا جمهور مباشرة يكمل عناصر الإعلان وهيقرأ العناصر المختلفة وهيبدأ مباشرة في اللي هو عملية اللي هي القراءة ومعرفة أهم مكونات الإعلان الثاني حاجة بيقولنا يجب أن يحدث تأثير سريع وفوري على اللي هو القارئ يعني أنه لازم أتأثر بالسلعة أو لها الخدمة يعني مثلا لما يقول لك أكشت وربح هل أنت لازم تتأثر أنه لازم تحصل على لها جائزة الفرصة الأخيرة اللي هو الفوز بيهل هو سيارة هذه معناها أنه لازم أنه يلفت انتباهي وبالتالي يتأثر علي أنه أفهم ما هو المقصود ما هي الفكرة الرئيسية المطلوبة من اللي هو الإعلان وبالتالي يدفعني مباشرة لنتأثر وأقوم بعملية اللي هو القراءة أيضا يقولنا يجب أن تكون كلمات لها الإعلان بسيطة وسهلة اللي هو الفهم وبالتالي مؤثرة على الجمهور يعني بيقولون أن هذه الكلمات لازم تكون هي مفهومة وبسيطة وسهلة يعني الفرصة اللي هي الكبرى أو اللي هي الجائزة اللي هي الكبرى اللي هي طبعا نوة اغتنم اللي هي الفرصة هذه كلها كلمات بسيطة والجمهور بفهمها اللي هي مباشرة وبتحتاج منه فقط أنه يكمل له القراءة بحيث أنه يحصل على النتيجة اللي هي الرئيسية اللي هي من خلالها هيقدر يطبق له احتياجات ومكونات الإعلان أذن بيقولنا يجب أن يكون هو العنوان قادر على جعل القراءة أو المشاهد مباشرة اللي هو يقوم بعملية اللي هو من فهم الأفكار الواردة في اللي هو الإعلان وكذلك أيضا التركيز في الكلمات اللي هي الواردة يعني هنا بدنا نختار كلمات بسيطة وسهلة وكلمات اللي هو مختصرة وبيقولنا مهم جدا أن تكون كلمات العنوان موجزة ومختصرة لأن نحن التفاصيل هنا هنوضعها داخل هو الإعلان ما بينفعش أنه الإعلان تبع يكون هو طويل ويحتوي على كلمات اللي هي كبيرة لأنه احتواءه على كلمات كبيرة هنا يؤدي إلى النفور من الجمهور فعلا تلاحظوا في أي عنوان للإعلان بيقولنا قد يحتوي كلمتين أو بالكتير اللي هو أربع أو خمس اللي هو كلمات ليش عشان يكون حجمه كبير وفي نفس الوقت يلفت انتباه اللي هو الجمهور وهنا بيقولنا يجب أن نختار بعناية أن تكون لدي الكلمات بسيطة وسهلة والجمهور يدركها ويفهمها بطريقة اللي هي سريعة أذن بيقولنا يعني أنه العنوان تبع الإعلان بيدي انطباع للجمهور حول السلعة أو الخدمة المعلنة عنها بشكل سريع يعني أنا نماجي أقول والله هو الأكثر نقاءا الأكثر اللي هو بياضا اللي هو الأكثر توفيرا هنا بيقول لي مباشرة أن هذا العنوان بيدي انطباع للجمهور عن طبيعة السلعة والخدمة اللي أنا بعلن عنها أنه هي الأكثر توفيرا هي الأكثر نظافة هي الأكثر لمعانا حسب نوع له السلعة أو الخدمة وبالتالي بيدي الجمهور لفكرة رئيسية عن طبيعة السلعة والخدمة اللي احنا بنعلن عنها أذن بيقولنا يجب أن يكونوا العنوان قادر على استمالة الجمهور سواء كان أنه بيستخدم السلعة أو مرتقب يعني إحنا ممكن بنسعى أنه إحنا نجيبه ويستخدم نوع السلعة بقولنا يجب أنه يجذب انتباهه لقراءة النص الإعلاني كاملا يعني من خلال العنوان أنا بدي أخلي الجمهور مباشرة يقرأ له العنوان والمثال اللي قلنا عنه في الواء الإعلام تبعنا أنه برنامج المكافآت الأضخم في فلسطين هنا مباشرة بيخلي الجمهور أنه يندفع إلى قراءة تفاصيل اللي هو الإعلان خاصة أنه هنا بيتحدث عن مكافآت كذلك أيضاً هو البرنامج الأضخم في فلسطين هنا هو بيجذب الجمهور مباشرة على أنه يقرأ تفاصيل الإعلان لكي يستفيد من الحملة أو الخدمة اللي مقدماها زي ما قلنا الشركة اللي هو جوال أيضاً يجب أن يحتوي اللي هو العنوان على معلومات ذات فائدة عن السلعة أو للخدمة المقدمة للجمهور أو اللي هو المستهلك وهذا بيقولنا مهمة جداً أنه هنا يجب أن يكون هناك اللي هو معلومات مفيدة عن السلعة أو نية الخدمة يعني لما أجل أقول بنادول لا صدع بعد اللي هو اليوم هنا الجمهور بيفهم أنه البنادول هذا طبعاً خلاص إذا أنا خدته ما فيش اللي هو صدع فيه طبعاً أدوية تانية مثلاً يقول لك ما فيش اللي هو زكام بعد اللي هو اليوم أنه طبعاً ما فيش اللي هو نصاحة بعد اللي هو اليوم كتير العنوانات بتركز على الفائدة اللي احنا ممكن نستفيدها من اللي هو المنتج زي معجول الأسنان زي الزيود زي اللي هو السيارات زي طبعا كل أنواع السلع والخدمات يقولنا بتركز عادة أنه ممكن يكون في عنوانها اختصار لما يمكن تقديمه للجمهور من فائدة من استخدامه للسلع أو الخدمة المقدمة هذه طبعا بيقولنا هي أهم الخصائص التي تميز اللي هو العنوان عن باقي اللي هي العناصر الأخرى طيب لو جينا وقلنا ما هي أنواع الإعلانات التي يمكن أن نستخدمها في تقديم اللي هو الإعلان بيقولنا عنه النوع اللي هو الأول بيقولنا هو الإعلان المباشر الإعلان المباشر بيقولنا هو يتميز بشكل كبير أنه بيأخذ الطابع اللي هو الإخباري بمعنى إنه بيدي معلومات للجمهور عن السلعة أو الخدمة بطريقة مباشرة وهنا بيقربوه من الإعلان والإخباري يعني اللي بيخلي الجمهور يفهم من خلال الإعلان مباشرة ما هو المقصود دون الحاجة إلى قراءة باقي تفاصيل الإعلان يعني الحملة الأكبر تخفيضات بنسبة 50% على ملابس الصيف لدى معرض مثلا كذا خلاص هنا إحنا خلصنا فهمنا اللي هي طبعا مين للفكرة تخفيضات 50% على الملابسات والله طبعا إنه هو تخفيض 30% على صلاة اللي هو الأفرح تخفيض اللي هو مثلا 70% على اللي هو أدوية أو مثلا مصح بغسيل الحملة الكبرى اللي ده سوبر ماركت مثلا هو كذا حملة التخفيضات مثلا هذه إحنا خلاص هذا إعلان مباشر يعني أول مقرأ أنا العنوان فهمت إنه المتجر أو اللي هو الشركة أو المؤسسة عملة حمل التخفيضات عملة حمل الجوائز عملة اللي هو منزلة منتجات لها جديدة عملة طبعا إنه فتح أسواق جديدة فتحت اللي هو فرع جديد للو الشركة أو المؤسسة أو اللي هو سوبر ماركت وبالتالي أنا بيقول لي هذا العنوان المباشر كأنه بيديني خبر إنه أنا بأفهم منه مباشرة من العنوان ما هو المقصود وما هو الهدف من الإعلان النوع اللي هو التاني بيقولنا هو الإعلان المرتبط اللي هو العنوان اللي هو الغير مباشر وهنا بيقولنا إنه هذا العنوان بيكون اللي هو الهدف الرئيسي منه اللي هو دفع اللي هو الجمهور إلى قراءة تفاصيل اللي هو الإعلان لأنه هنا ما بيقدرش يقدم كل المعلومات اللي هو بيرغب فيها من خلال اللي هو العنوان وهنا بيقولنا هدف اللي هو الأساسي أنه نقدم بيانات ومعلومات وتفاصيل عن السلع والخدمات خاصة إذا كانت لي السلعة جديدة فيه لواء الأسواق أو إذا كان مثلاً بدي أتحدث عنه هو جوال جديد نازل فيه لواء الأسواق مثلاً آيفون 12 وهنا أنا بدي أروح أنا أكتب فوق طبعاً مين هو آيفون وهو مثلاً 12 بدي أكتب تفاصيله يعني مكونات لواء الجهاز ولي خصائصه ومميزاته ولي هي سعره بشكل كامل هنا الجمهور مش يقدر يفهم من الاسم ما هو اللي هي مكونات ذلك للجهاز يشتريه أو جهاز كمبيوتر أو سيارة أو تلاجة أو غسالة هنا بيقول لي مباشرة أنا بكتب اسم الماركة مثلاً هو آيفون وهو طبعاً 12 بكتب اللي هو سامسونج بكتب اللي هو مثلاً هي مرسيدس بكتب الآخر وبكتب اسم اللي هو المونتج وبالتالي هنا بخلي الجمهور مباشرة يكمل القراءة عشان يفهم باقي اللي هي التفاصيل ويفهم باقي اللي هي المكونات التي يتكون منها الإعلان بحيث أنه يفهم اللي هي مكونات السلعة أو الخدمة التي يتم الإعلان عنها النوع الثالث من اللي هو العنوين اللي هنستخدمها في الإعلانات بيقولنا العنوان اللي هو الإخباري وهنا بيركز بيقولنا على مدخل الأخبار اللي هي القصصية بمعنى أنه هنا مباشرة الجمهور ممكن أنه يفهم اللي هي المقصود بالإعلان ولكن بيكمل قراءة الإعلان عشان ياخد أنه كامل هو التفاصيل ولكن بيقولنا هذا الإعلان اللي هو الإخباري هو قريب جدا من اللي هو مثلا من الإعلان اللي هو المباشر ولكن بياخد شكل المدخل اللي هو القصصي أنه ممكن من خلاله مثلا أعلن عن اللي هو افتتاح مستشفى للأطفال ممكن أعلن من خلاله عن اللي هو افتتاح اللي هو مركز اللي هو عيادات اللي هو الأسنان أو اللي هو التجميل فهنا هو بيقول لي أنه أنا بجيبه على صيغة خبر أنه أنا افتتحت اللي هو المركز أو افتتحت لي المؤسسة أو افتتحت اللي هو سوبر ماركت جديد وبالتالي بكمل إش هي الفوائد اللي حصل عليها الجمهور إش هي المميزات اللي بتميز اللي هو المنتج أو المركز أو السلعة أو اللي القدمة اللي أنا بقدم لها بشكل رئيسي وانا بيقول لي انه بيكون موجز ومختصر اللي هو افتتاح مثلا معرض كذا في واحدين ثلاثة اربعة اللي هو سعر اللي هو معجون الاسنان او مسحوق الغسيل اللي هو الان اصبح بسعر المنتجين بسعر المنتج اللي هو الواحد اشتري مثلا هو فول خمس سنة عشر على فول بعشرة شكل هنا بيقول لي مباشر انه كانه بيديني خبر انا ممكن من خلال هو العنوان بفهم ما هو المقصود وبالتالي بقدر ان انا احصل عليه بطريقة مباشرة وسريعة دون الحاجة لقراءة باقي التفاصيل انا عرفت اللي هو الخبر الرئيسي اللي بيقدمه اللي هو الاعلان ايضا بيقولنا عنه هو النوع اللي هو الرابع وهو العنوان اللي هو الانتقائي وبيقولنا هذا العنوان اللي هو الانتقائي لا يوجه الى عامة لما الجمهور يعني مش لكل الناس اللي بتتبع الوسائل الاعلانية سواء ازاعة او تلفزيون او انترنت او صحيفة او مجلة لا هذا بيوجه من لفئة معينة من الجمهور قد تكون فئة الشباب فئة لهم المرأة فئة لهم كبار السن فئة لهم الرجال وبالتالي فقط هو بينتقي جمهوره بيوجه له الاعلان بطريقة من اللي هي مباشرة يعني هو ما بيقصدش كل الناس اللي بتتعرض للوسيلة انها تستخدم السلعة او للخدمة له بيقصد فئة معينة وهي الفئة اللي مقصود منها تقديم الاعلان او السلعة او الخدمة لهم بشكل مباشر النوع اللي هو الخامس بيقولنا هو عنوان اللي هو المنفعة وهنا بيقولنا عنوان اللي هو المنفعة بيركز بشكل مباشر على الفائدة التي سيحصل عليها الجمهور من استخدام السلعة او اللي هي الخدمة وهنا بيقولنا انه مباشرة بيقولنا انه بذكر اسم السلعة وبالتالي المنفعة اللي الجمهور ممكن يحصل عليها منها قلنا يا مثلا سيجنال تو لا تسوس مثلا بعد اليوم اللي الله طبعا قلنا اللي هو بنادول لا صدع بعد هو اليوم اللي أنا ايش عملت أنا من خلال اللي هو العنوان مباشرة ركزت على الجمهور ايش الفائدة الأساسية اللي ممكن يحصل عليها من استخدام المنتج أو السلعة أو الخدمة اللي أنا بقدمه إياها بطريقة اللي هي مباشرة واري كتير بنشوفها مع العلانات اللي بتخص الأجهزة الكهربائية بتخص اللي هي السيارات اللي هو البيوت بتخص البنوك بتخص إلى آخره كل الشركات تستخدم العنوان اللي هو ذات اللي هو المنفع عنها بتركز على نوع المنفع التي يمكن أن يحصل عليها الجمهور من استخدام السلعة أولية الخدمة النوع السادس بيقولنا اللي هو العنوان الآمر وبيقولنا العنوان اللي هو الآمر مرتبط كليا بدفع الجمهور إلى سرعة استخدام السلعة أولية الخدمة دون أن يشعر الجمهور بأنه استخدم معه صيغة الأمر إنه لازم يستخدم السلعة والخدمة بأسرع وقت من اللي هو ممكن كيف هده بتصير؟ اللي ماجه أقول له الجمهور أنا اللي هو الحملة مستمرة حتى نفاذ المخزون حملتنا مثلا هي موجودة لنهاية اللي هو الشهر أو نهاية اللي هو الأسبوع أو خلال ثلاثة أيام أو عرضنا اللي هو اليوم واحد اللي هو يوم اللي هو الخميس هنا إيش بيصير عندي أنا؟ بدفع الجمهور مباشرة إلى استخدام السلعة والخدمة في الوقت والزمان اللي هو في الزمان والمكان لأن حددتهم اللي هو بشكل مباشر هنا الجمهورهم بيشعروا ش أنه صاحب اللي هو الإعلان أو اللي المؤسسة أو اللي هو الشركة اللي هو بتؤمره أمر أنه لازم يلحق في الفترة هذه أنه يستخدم المنتج فهو بتوجه لعملية الشراء قبل نفاذ المخزون قبل انتهاء اللي هو الحملة قبل اللي هو انتهاء اليوم المقدم فيه اللي هو العرض على السلع والي هي الخدمات فالآن الجمهور بروح مباشرة بيشتري السلعة أو الخدمة خوفا من اللي هي أنها تنتهي في الأسواق أو ينتهي اللي هو العرض اللي هي عليها ولكتير بتي تم استردامه مع ملابس ومأكلات ومشروبات مع كل أنواع اللي هي السلع واللي هي الخدمات أيضا بيقولنا عن النوع اللي هو السبع بيقولنا العنوان اللي هو الاستفهامي وهنا بيأخذ صيغة اللي هو السؤال يعني أنه الجمهور بيبدأ يستفسر ويستعلم عن أهم المعلومات اللي موجودة فيه اللي هو الإعلان وهذه عادة بيقول لي أنه مباشرة بتخلي الجمهور يخاطب نفسه وبالتالي يحاول أنه يفهم ما هو المقصود من اللي هو الإعلان وما هو السؤال اللي هو طرحه يعني بيجي يقولنا ورنا يا جماعة المباشرة هل ترغب بأن تصبح مليونيرا؟ هل ترغب بالحصول على الجائزة لكبرى؟ هل ترغب بأنه هو رصيد إضافي؟ هل ترغب بأنه هو كسب مثلا لها الجائزة لها الكبرى؟ هذه مباشرة لما تيجي عنوان تبع الإعلان على صيغة استفهام مباشرة بيدفع الجمهور إلى الفضول يعني أنه أنا حابب أعرف التفاصيل طبعا كل الجمهور بدي يصير مليونير وكل الجمهور بيحب أنه يكسب الجائزة لها الكبرى كل الجمهور بيحب أنه يحصل على ضعف السعر اللي دفعه وبالتالي يأخذ جائزة من الجمهور كل الجمهور بيحب أنه يدخل سحب على سيارة أو رحلة سياحية فهنا بيقول لي أنه الإعلان يجيب العنوان تبعه على صيغة استفهام أو سؤال يدفع الجمهور مباشرة أنه يتعامل مع السلعة أو الخدمة أيضا بيقول لي عندي العنوان المثير للشعور وهنا بيقول لي مهم جدا أنه العنوان المثير للشعور هو بيعمل زي ما بيقولنا على تنبيه حواس الجمهور كيف يمكن أنه يتعامل مع السلعة أو الخدمة وهنا بيقولنا بيركز بشكل كبير على كلمات تدفع الجمهور إلى التشويق أو الإثارة العاطفية أنه يعرف ما هو المقصود بالإعلان فهنا بيستخدم كلمات غامضة على أنه الجمهور ما يفهمش إيش المقصود منها وبالتالي يكون على ترقب أنه يعرف إيش المقصود يعني لما يكتب لنا كلمة مثل عنزون أو قريبا في الأسواق أو انتظرونا أيام من هي معدودة هنا بيقولنا هذه الكلمات والجمل تثير لدى الجمهور رغبة في معرفة ما المقصود وراء تلك الكلمات والعبارات وبيقولنا عادة أن هذا النوع من اللي هو العنوين بيسبق السلع والخدمات اللي بدأتنزل لأول مرة في لية الأسواق بحيث أننا نشوق الجمهور على أنه يستنتظر نزولها في الأسواق ومن ثم يقوم بعملية الشراء أو اللي هو الاستخدام حتى ولن كان من باب الفضول يعني أنه والله إحنا شوقناها شوقناها قبلها بثلاثة أربعة أيام أو بأسبوع وحطنا يرفطات في كل الشوارع وعبر الإزاعات وعبر القنوات التلفزيونية وعبر الأماكن المختلفة بحيث أننا نخلي عنده له تشويق أنه أول ما تنزل السلع بالأسواق أنه مباشرة لازم أنه يستخدمها وأنه يشاهدها أو يروح له يزورها وانتوا لاحظوا هذا كثير بتنزل معه لهو الإعلانات انتظرونا وقريبا وهذا احنا بنسميه إعلان تشويقي وفي نفس الوقت هو بيستخدم العنوان المثير للهو الشعور أيضا بيقولنا أنه هو النوع اللي هو التاسع أو النوع اللي هو الأخير اللي هو العنوان المبهم أو اللي هو الغامض وهنا بيقولنا أن العنوان المبهم والغامض هذا بيركز بشكل رئيسي على بعض الوالكلمات التي تثير فضول الهم الجمهور وبالتالي بيقولنا هنا مباشرة بيخلي الجمهور يتابع قراءة لهو الإعلان من أجل أن يرضي لهو فضوله أو أنه يتعرف على المقصود من لهو الإعلان يعني لماذا أقوله والله انتبه لهو الفرصة الأخيرة أنا إيش بيصير عندي أنا؟ بيخلي الجمهور المباشرة إيش المقصود بأنه انتبه أو إن إيش هي الفرصة لهو الأخيرة أو تمهل أو اللي هو قريبا أو اللي هو انتظرنا اللي هو الساعة مثلا التاسعة انتظرنا في مول مثلا كذا هنا بيصير عندي الجمهور اللي هو بده يفهم ما هو المقصود من اللي هو الإعلان وما هو الهدف من اللي هو الإعلان وكيف يمكن له مباشرة اللي هو معرفة مكونات للإعلان وهذه يقولنا مباشرة من أهم العنوان التي تؤدي إلى جذب اللي هو انتباه الجمهور وفي نفس الوقت أيضا تؤدي بالجمهور مباشرة إلى متابعة السلعة أو الخدمة بطريقة سليمة وصحيرة هذا طبعا ما يتعلق بالعنصر اللي هو الأول من العناصر التي تتكون منها الإعلان واللي نسميها مباشرة اللي هو عنصر العنوان نيجيلا اللي هو جزء الثاني أو العنصر الثاني من عناصر التي يتكون منها اللي هو الإعلان بيقولن هي الرسوم واللي هي الصور بيقولن يا جماعة أنه من أهم العناصر التي تؤدي إلى نجاح أو فشل الإعلان هي الصور والرسومات التي يحتويها وهنا بيقولن أننا لدينا قاعدة أساسية في الإعلام أن الصورة تغني عن آلاف اللي هو الكريمات يعني أنا من خلال الصورة ممكن أكتفي بفهم الإعلان وفي نفس الوقت الصورة الإخبارية بيقولن دائما تعبر عن اللي هو الحدث يعني إذا أنا شفت صورة لو طفل شهيد مش محتاج بعديك أن أنا شرح عليها أفهم كيف صار وإيش سوا لأن الصورة لحالها هي معبرة وأبسط مثال إذا تتذكروا صورة لو الشهيد محمل الضرة لليوم هي عالقة في ذهون لو كل الشعوب وحتى في لو شعبن أنه معبرة عن لو مشهد معين والطفل اللي هو الشهيد مثلا فالس عود لما نوجف أمام الدبابة بشموخ ولو كبرياء هذه أيضا لليوم لازالت لي هي معبرة بحيث أنه طبعا نحن في لغة الإعلام أن الصورة حتى وإن كانت جودتها أو الكوريت تبعها ضعيف هي معبرة مليون مرة عن اللي هو الكلمات يعني بتغني عن ألاف اللي هو الكلمات لأن الصورة هي أقوى وبالتالي يقولن أيضا في الإعلان أن الصورة يتم الاعتماد عليها هي والرسومات بشكل كبير وبشكل ضخم من أجل إقناع الجمهور بالهو السلعة أو اللي هي الخدمة لأنه لما الجمهور يشوف أفضل بكثير من أنه يسمع أنه هي كلمات عن اللي هي السلعة أو اللي هي الخدمة وهي دائما الصور توحي بالتصديق وفي نفس الوقت اللي بتعطي حيوية والهو ابتكار وإبداع للسلعة أو اللي الخدمة للمقدمة بحيث أن نحن بنقدمها بشكل جيد والو بشكل هي جزة البعض بيسمي اللي هي الصورة بمصرية العيد لذلك بيكوننا أنه هناك اهتمامي هي كبير في استخدام الصور والرسومات في الإعلانات لأنها بتجزب انتباه الجمهور مباشرة للوقت السلعة أو اللي هي الخدمة وبالتالي بيقولنا أنه مباشرة من خلال الصورة نحن بنختار أفضل الصور وأجمل اللي هي الصور بحيث أن نحن نعرضها على الجمهور عشان ندفعه مباشرة للوقتناق السلعة والخدمة وكثير أنتم بتلاحظوا أنه في صور على الإنترنت مثلا بتيجي معرض معين بيعرض لك مثلا صور اللي هي رائعة وقمة الوقت الجمال لما أنت تروح تجيبها أو أنت تروح تشتريها بتلاقي فرق كبير ما بين هي الصورة وما بين هي الواقع اللي موجود للسلعة والخدمات هذه طبعا هو ممكن نقول إحنا خداع ولكن في نفس الوقت إحنا اللي جزب انتباهنا صورة الشيء اللي إحنا شهدناه سلاواء ملابس أو مأكلات أو مشروبات أو صيارات أو أجهزة كهربائية فهنا بيقول إن الصورة هي مباشرة اللي بتصيد الوقت الجمهور من أجل متابعة السلعة أو الخدمة أو اللي هو الإعلان لذلك بيقولنا ووفق الوقت الدراسات وجدوا بأنه هناك خمس ملاتب أساسية من خلالها بيتم ترتيب لقية الصور من حيث القوة في التأثير على الجمهور وهذه الدراسات نفسية لها علاقة بالجمهور أولها وجدوا أنه المرتبة الأولى اللي بتجيز بانتباه كل الجمهور هي صورة الأطفال بعدها بيجي صورة الهم النساء اللي هم الجميلات بعد ذلك بيجي عندنا في المرتبة الثالثة اللي هو صور الطيور بعد ذلك طبعا بيجي صورة الوقت الأسماك وفي المرتبة اللي هو الأخيرة والخامسة بيجي صورة صور الطبيعة الورود والأزهار والحدائق والأماكن هذه والأشجار كل هذه بيقولنا بيجي في المرتبة اللي هي الخامسة يعني عندنا صورة الأطفال بعدين النسائل هم الجميلات وعندنا ثالث هو شيء زي ما قلنا اللي هي صورة اللي هي الطيور بعدها بيجي الواء الأسماك وبعدها بيجي زي ما قلنا اللي هي الطبيعة بقلنا وفق الواء الدراسات وجدوا بأنه استخدام الصور له قواعد بمعنى أنه هنا ما بينفعش أنا أستخدم الصورة بشكل عشوائي في الواء الإعلان ليش؟ لأنه بيقول لي أنه استخدام صورة المنتج وهو سابت لا تؤدي لجذب انتباه الجمهور ولكن صورة المنتج هو متحرك زي السيارة زي اللي هو الأشياء اللي هو المأكلات المشروبات لما الناس تستخدمها يقول لي أفضل بكثير مننا نجيب صورة سابتة يعني لنا أنا لو جيبت صورة مثلا هو مشروب معين بيبسي وحطته على الطاول لو صورته يقول لي ما بيجيزب انتباه الجمهور زي ما أنه يمسكه اللي هو فنان أو شخصية مشهورة ويشربها لأنه هنا لما يمسك هذه الشخصية ويشربها لك الجمهور بيحب مين اللي هو يقلده وبالتالي بيعطي يحاء وحيوية أن الجمهور لما يشربه هيصير زي الفنان مثلا كذا وبالتالي بيقول لنا يستعين الإعلان بالشخصيات المشهورة كأنهم متخصصين نجوم الرياضة نجوم اللي هو الفن نجوم اللي هي الألعاب إلى آخره بيجيبهم بحيث أنه يكونوا نموذج للجمهور الجمهور يقلده ويتعامل معه بشكل اللي هو كبير وبشكل جيد لذلك بيقولنا أنه لما نجي نستخدم احنا الصور والرسومات فيه اللي هو الإعلانات بيقول يجب أن نراعي اللي هو أربع عناصر هي أساسية عند اللي هو الاختيار ما بين استخدام الصور أو اللي هم الرسومات يعني أنا ما يجي بدي أستخدم في الإعلان أستخدم صورة ولا أستخدم رسومات رسومات لليه الشكل اللي أنا ممكن أعمله بالرسم يعني رسم كاريكاتير أو رسم عبر الواء الكمبيوتر وبرامج الواء التصميم هذه أشياء بيتم استخدامها بشكل كبير في الواء الإعلانات وزي الإعلان قلنا اللي موجود معنا زي احنا هنا لحظنا إنه شركة جوال اللي هي مستخدمة مين اللي هو صورة جوال واللي هو بداخلها صور طبيعية يعني هذي صورة رسم تصميم وبداخلها طبعاً اللي هو زي ما قلنا اللي هي صور طبيعية لأشخاص موجودين في الواء المجتمع عشان يجزبوا انتباه الجمهور إلى استخدامها وزي احنا لحظنا هنا إنه مباشرة عنا الإعلان احتوى زي ما قلنا هاي العنوان وهي تنع عنصر اللي هو الصورة يعني لازم يكون فيه اللي هو صورة تعبر عن السلعة أو الخدمة المعلن عنها طيب إش هي العناصر اللي مباشرة تؤدي فيي أنا مباشرة إن أنا أختار أيهما أفضل صورة ولا رسم في الإعلان أول حاجة بيقولنا عوامل متصلة بالمطبوعات بيقولنا إذا كانت الصحيفة اللي أنا بستخدمها جيدة مباشرة وبالتالي واضحة وممكن أستخدم فيها الألوان بشكل جيد ومتدخلش بعضها البعض الأفضل إن أنا أستخدم صورة لأن الصورة بتجيز بانتباه الجمهور أكتر ولكن إذا كانت الصحيفة الورق طبعها الوردي أو اللي هو سيء وبالتالي ما بيتشربش الألوان بشكل صحيح والبالتالي إن أنا ما بيدنيش اللي هو الطباعة جيدة فيها بيقولي الأفضل إن أنا أستخدم مين اللي هو الرسوم عشان يكن يقولنا إحنا دائما في المجلات نستخدم الصور لأنه ورقها مقوة والهي بيتشرب الألوان بشكل جيد بيجز بانتباه الجمهور ويتلاقي جودتها عالية أما في الصحف إنه ممكن نستخدم الألوان ولكن بيقولي إذا كانت الصحيفة إنه هو طباعتها سيئة الأفضل إنه نستخدم الرسوم عشان ما شوهش اللي هي الصورة وتكون طباعتها خارجة عن إنه هو مكوناتها أو فيها خلل في استخدامها تاني حاجة بيقولنا عوامل متصلة بهدف اللي هو الصورة بيقولنا إذا أنا الهدف الرئيسي بيتقنع الجمهور إنه يستخدم السلعة أو الخدمة ويعجبوا شكلها يستخدم لي الصور وخاصة الصور اللي هي الملونة ولكن بيقولي إذا أنا بدي أفهم الجمهور كيف إنه يتعامل مع السلعة تبعتي أو الخدمة تبعتي فبيقولي الأفضل إنه أنا أستخدم مين اللي هي الرسومات لأنه هنا أنا بيت بحاجة إنه أنا أفهمه وخليه يتعامل مع السلعة أو الخدمة بطريقة اللي هي أفضل هذا بيقولنا عوامل متعلقة بموضوع اللي هي الصورة بيقولنا إذا كانت لي الصورة تتعلق بإنسان أو بالطيور أو بأسماك الآخر الأفضل أن أستخدم مين اللي هي مباشرة الصور الفوتوغرافية لأنها تعطي الوقوة وإيحاء فيه دفع الجمهور إلى استخدامها ولكن بيقول لي إذا كان الموضوع اللي أنا بدي أقدمه صعب تصويره يعني صعب أن أنا أصوره في الواقع زي مثلا هو مثلا شقة سكنية قطعة لأرض الأشياء دي كلها يقول لي الأفضل أن أستخدم معها اللي هو الرسوم لأنه أنا ممكن أحط خريطة مرسومة أفضل من أن أحط اللي هو صورتها على اللي هو الطبيعي يعني أنا لو جبت قطعة أرض وصورتها وهي فاضية مش هتأدي لأجهزب انتباه الجمهور ولكن لو جبت رسمتها أو خريطة تبعيتها وتقسيمها على اللي هو الخريطة والشوارع المحيطة فيها إلى آخره هذا يقول لي ممكن تجذب انتباه اللي هو الجمهور لذلك بيقولنا أنه مباشرة موضوع للصورة هو له علاقة بجذب انتباه الجمهور أيضا بيقولنا عوامل متصلة بإخراج اللي هو الصورة بيقولنا أنه في كل الأحوال الصورة الفوتوغرافية أفضل في عملية الإخراج في تقديم الإعلان أكثر من الرسومات لأن الرسومات لما بيرسمها شخص فنان أو بنفسها عن طريقه هو برامج المنتاج على الكمبيوتر بيقولنا أنه هي بتكون سابتة وحجمها محدود ولكن بيقول لي في الصورة الفوتوغرافية هناك ليونة في الاستخدام ومرونة أنا ممكن والله أكبر الصورة أصغر الصورة أخذ له جزء من الصورة اللي هو ألغي اللي هو بعض الأجزاء من الصورة حسب ما أنا أرتقي وبالتالي ممكن أننا مباشرة أقدم اللي هي صورة كاملة ممكن أقدم جزء من الصورة للشخص نفسه ممكن أقدم صورة للمنتج نفسه ممكن أقدم الشخص وبيمسك المنتج فهين بيقول لي فيها مرونة أكثر في عملية اللي هو الاستخدام وبالتالي جذب اللي هو انتباه اللي هو الجمهور هذا ما يتعلق بأهم العوامل اللي بتخليني مباشرة أنا أقدر أميز أيهم أفضل الصور والرسومات في استخدام اللي هو الإعلان نكتفي في الجزء اللي هو الأول باللي هي تلك المعلومات وإن شاء الله نكمل لوحديثنا في الوقت الجزء الثاني عن أهم فوائد اللي هي الصور وأيضا أهم أساليب استخدام للصور ونتكلم عن باقي العناصر اللي هي ممثلة بالحركة واللي هي الألوان وأيضا نتكلم عن الجمل والكلمات والشعارات واللي هي الرموز أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم السلامة الدائمة حفظكم الله وراءكم